اشتركوا في القناة من الجدي للدلو طبعا انتقاله رح يكون الساعة 11 و22 دقيقة من صباح يوم السبت ورح يظل في هذا البرج في برج الدلو لغاية الساعة 10 و51 دقيقة من مساء يوم 2 و3 بتوقيت جرينج طبعا الأوقات كوكب عطارد هذا الكوكب الصغير اللي كثير من الناس بتستخف فيه ولكن تأثيراته قوية جدا وملموسة عند الجميع بتكون كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير على نقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة بيتحكم في الاتصالات والمواصلات من صفات كوكب عطارد شو بعطينا احنا؟ طبعا هو بعطينا الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور وكثرة الحركة وفي لحظة انت حاستو بعطينا التحور والعصبية خلال الفترة المذكورة اللي ذكرناها اللي هي ما بين يوم 11 شباط فبراير لغاية يوم 2 مارس اللي هي الفترة اللي رح يتواجد فيها في برج الدلو خلال هاي الفترة بيشعروا موليد برج الدلو بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والقدرة على إقناع الغير بآراءهم ووجهة نظرهم وبينشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات طبعا بيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية والأبراج النارية لأنه هو يعتبر عنصر قوي بالنسبة لهم فبركزوا موليد الجوزاء والميزان والحمل والأسد والقاوس هم أكثر الأبراج اللي رح تستفيد طبعا وكل شخص لما نولد كان كوكب عطارد موجود في برج الدلو طيب الأشخاص اللي بنولدوا بيكون عطارد عندهم في الدلو هدول الأشخاص عندهم قوة حدث وإلهام مش طبيعية يعني خارقة للطبيعة بتساعدهم على اتخاذ قرارات بسرعة رهيبة جدا تحليلهم للأمور بيكون قوي جدا قوة الإدراك عندهم ممتازة جدا أيضا احنا شو بدنا بالتو العجن؟ ادخل لنا شو تأثيره على الأبراج وخلصنا طيب ايش تأثيره على الأبراج؟ أول إشي هل هو رح يكون إيجابي ولا سلبي؟ لا هو أغلب الوقت رح يكون إيجابي هي فترة خمس أيام أو ست أيام فقط من هذه المدة اللي هي نهاية شهر اثنين هي الفترة اللي رح يكون فيها بعض التوتر لعطارد لأنه رح يشكل زوايا شوي حادي وخصوصا الزوايا هاي رح تكون بما إنه في الدلو رح تكون مع أورانوس اللي موجود في الثور فرح يعمل زاوية حادي جدا وبرضو رح يأثر إنه يعمل زاوية يعني تخفف من حدة وطئته موجود في الدلو لأنه بدي يعمل اقتران برضو مع زحل إلا إنه بشكل زاوية التثليث مع المريخ اللي هي بتخفف من نحوسة عطارد طيب نشوف للأبراج إيش تأثيراته برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل رح ينشطوا اجتماعيا بشكلك بهير ممكن إن يعرفوا أصدقاء جدد ينشطوا بالعلاقات الاجتماعية بالمناسبات بالحفلات تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء ولكن في فترة الانتحاس أنا حكيت يعني هاي آخر أسبوع من شهر اثنين ممكن يصير بعض التوتر ما بينه وبين أحد الأصدقاء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتفيدهم أفكارهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو تعطيهم طاقة كبيرة لإتمام وإنجاز بعض الأعمال المهمة اللي ممكن تساعد إما لترفيعهم أو ترقيتهم أو منصب جديد في بعض الأوقات اللي هي بنتحس فيها عطارد ممكن يصير فيه عندهم نوع من أنواع الإهمال لبعض الواجبات أو المشاريع أو ممكن حد يتهمهم بشيء يعني حاولوا يطنشوا الموضوع ما يردوا بعصبية وحدية بتنتهي الأمور لحالها فعشان هيك عليهم أنهم يتحلوا بالصبر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بينشطوا في السفر في الاتصالات البعيدة بالهجرة بمعاملات دعوات حتى على مستوى الطلاب الجامعيين بيستفيدوا بشكل كبير حتى على مستوى الامتحانات بتكون ممتازة علاقاتهم مع الأجانب بتكون برضو ممتازة والأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير بينشطوا بشكل أكثر في هاي الفترة ولكن عليهم أنه في فترة انتحاسة عطارد أنهم يحذروا من الوعود لأنه ممكن ما يتم الوفاء فيها وبرضو في نفس اللحظة إذا كان عندهم سفار بدهم يتفقدوا أمتعتهم وأوراقهم ويحذروا أثناء تنقلاتهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة والأمور اللي إلها علاقة بالقروض والبنوك سداد بعض الأموال ترتيب بعض الفواتير التعامل مع بعض الأشخاص لأجل دعم مادي أموال الزوج أو الزوجة ولكن بتزيد عندهم العصبية في لحظة انتحاسة عطارد وممكن يسمعوا أخبار سيئة فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين من ردة الفعل العصبية برج الأسد بالنسبة لبرج الأسد طبعا بالنسبة للأسد لأن القمر موجود مقابلهم وهذا بيت الشراك المالية والعاطفية ما رح يعطيهم دعم قوي وسرعة بديهة عالية لتدارك أي مشكلة والحوار البناء وتبادل الآراء والأفكار مع شركاهم بالمال بالعاطفة مع الأزواج مع الأحبة ولكن في فترة انتحاسة عطارد بدهم ينتبهوا من خلافات ونزاعات مع الشركاء اللي هي أو الزوجي ليش؟ لأنه تعرفش توصل المعلومة أو ممكن تمفهم بطريق الخطأ فبتعصب فبتولع جهنم عندك برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا التركيز على العمل ممكن يجيك عمل جديد أو مقابل العمل جديد يجيك فرصة لمنصب أو عرض معين بتفيدك أفكارك مع زملائك بالعمل إنجاز بعض الأعمال بسرعة هائلة جدا عندك نشاط وحيوية ولكن في فترة انتحاسة الصغير هذا ممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل وبدك تحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا موليد برج الميزان رح يكون عندهم نشاط عاطفي نشاط هواية نشاطات أدبية ممارسة بعض النشاطات الفكرية ممكن حث أولادهم على الدراسة الحوار والنقاش ما بينهم وبين الأحبة ولكن في فترة انتحاسة عطارد بيصيروا مترددين مترددين وممكن يسمعوا خبر غير سار عن شخص قريب لا إلهم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا بتنصب أفكارهم حول الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة والعقارات يا تصلحات يا ترميمات يا استئجار بيت يا حفلة يا مناسبة يا تخطيط ل مشروع معين إلى علاقة بأحد أفراد العائلة أو إقناع أحد أفراد العائلة بوجهة نظرهم ونقاشات وحوارات ولكن في فترة انتحاسة عطارد ممكن يصير توتر من هاي النقاشات بسبب سوء تفاهم وهذا الشيء ممكن يسبب لك إرهاق وعصبية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية بعد موليد برج القوس ممكن يشتروا سيارة أو يصلحوا سيارتهم أو يرخصوها مثلا أو حتى أجهزة إلكترونية عندكم نشاط عالي جدا وقدرة على الإقناع والترويج خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا واللي بتحاوروا للإقناع أو عندهم مقابلات برضو رح تكون ممتازة جدا بالنسبة لهم ممكن في فترة انتحاسة عطارد يسمعوا خبر سيء بيجعلهم مترددين أو متحيرين بيدفعهم لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء أسرار فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين في كلامكم أو مراسلاتكم برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي طبعا تركيز الآن رح يصير على الأمور المالية كيف بدك تحصل أو شو الطرق اللي رح تكون أفضل السبل لكسب المال بالنسبة لإلك هاي الإشي اللي رح يظل مسيطر عليك وعلى تفكيرك ورح تمشي فيه يعني رح تجد الحلول اللي له يا أعمال إضافية يا عملية كيف تحقق المكاسب هذا أهم شيء رح تفكر عليه وأكثر شيء رح تحقق من وراء إنجاز ولكن في فترة انتحاسة عطارد بتصير علاقاتك متوترة مع رفاق العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك وأحكامك فعشان هيك برضو بالفترة هاي بدك تتجنب التوقيع على الوثائق المهمة إلا إذا بتراجع أهل الإختصاص فيها أو بتدقق بالتفاصيل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً عندكو قوة الفكر والإدراك والقدرة على الإقناع إقناع الغير بآراءكم تنشطوا بالدراسة بالمطالعة بالسفر بالاتصالات يعني بكل الأمور عطارد رح يعطيكم طاقة وحيوية إنكو تقدروا تمشوا في أي مجال على حسب تخصصكم ولكن في فترة انتحاسة عطارد اللي هي ممكن يصير عندك بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك أو سرعة انفعالك فعشان هيك بدك تتجنب باتخاذ القرارات المهمة في هذه الفترة وتنتبه أثناء تحركاتك وتنقلاتك عشان ما تتعرض لإصابات وممكن تسمع أخبار متناقضة عشانك ما تتخذ القرارات قبل ما تتأكد من اللي تسمعه برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون على فهم أشياء مش قدرين تجدوا أو تفهموها مثل الغيبيات مثل التاريخ مثل مواضيع هيك تحاك في الخفاء وأنتم بتحاول تستكشفوها وتعرفوا عنها حد بحاول هيك يتكلم وعنده سر فأنت بدك تعرف هذا أي شيء غيبي أي شيء غايب عنك أنت بالفترة هاي بصير عندك بدك تعرفه إن كان شخص إن كان سر عند شخص إن كان أمور لأحد الأبناء لأحد الأحبة يعني بصير خلاص بدك تعرف هاي الأمور في فترة أنت حاسة عطارد ممكن تتعرض لبعض الكلام اللي بيسيء لك أو إفشاء بعض الأسرار الأفضل إنك ما تواجه وما تعصب وما تتكلم وما تتراجع وتهمل الشخص أيام بسيطة لكن الأمور انحلت لحالها وحقك رجع لك هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء